السلام عليكم في عيد الميلاد تسلمنا رسالتين الرسالة الأولى هي رسالة الحياة من السماء اليوم عيد الحياة أي عيد الميلاد 2023 أثبته الإنجيل المقدس بقوله في البدء كان الكلمة والكلمة صار جسدا وسكن بيننا كما أثبته القرآن الكريم بقوله إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فقوله الكلمة صار جسدا وكلمته ألقاها إلى مريم معناها ميلاد السيد المسيح رسالة الحياة هذه إلينا أثبتتها ملائكة السماء بنشيدهم الخالد المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المصرة أما العالم فجوابه على رسالة الحياة جوابه على رسالة الحياة هذه فكان هذه السنة في غزة إذ قال لن نعطي الله مجدا لا في السماء ولا في الأرض ولن نعطي الإنسان الفلسطيني سلاما لا في الوطن ولا في الشتات ولن نعطي الناس مصرة وفرحا لا في ميلاد ولا في أعياد فكانت مذبحة غزة وإبادة شعبها على يد الصهاينة أما الرسالة الثانية فهي رسالة الموت من غزة الموت في غزة أثبت أن كل الفلسطينيين المسيحيين والمسلمين هم لله والوطن فعطوا ما لله لله وما للوطن للوطن أعطوا وطنهم شهداء وجرح بالآلاف أعطوه آلاماً وصراخاً وجوعاً وعطشاً وخوفاً وقشعريرة ورجفاك برد وسقيع أعطوه آلاف الأطفال شهداء فوق الأرض أشلاء وتحت الركام خنقاً وفي مقابر جماعية دفن الصهاينة الأحياء والأموات معاً أعطوه كل ما يملكون من بيوت هدمها الصهاينة وشقاء عمرهم وعمر آبائهم من مال والدخار أعطوه 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 مدارس أطفالهم مع كتبهم ودفاترهم ومستقبل رجائهم وأملهم وفرحهم أعطوه وطنهم كل ماضي حضاراتهم في مشافيهم وأبراجهم وكل غابر تاريخهم وإرثهم في الكنائس والمساجد القديمة التي هدمها عدائهم والفلسطينيون في غزة أعطوا الله سبحانه وتعالى أعطوه دموعهم وحسراتهم وصلواتهم طالبين الرحمة لهم ولموتهم والنجاة لهم ولذويهم توكلوا على الله فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل أعطوا الله صبرهم وإيمانهم ومع المسيح على صليبهم صلوا ربنا واغفر لمن أساء إلينا وداس القانون الدول والإنسان وحقوق الإنسان فإنهم معرفوا ما كانوا يقترفون بحقنا من جرائم حرب وضد الإنسانية وأمكروه آطوا الله صورته القدوسة فيهم وسجدوا ليل نهار في أماكن عبادتهم كملاجئ صارخين اذكر يا رب غرس يمينك فينا من قرآن وإنجيل فلا تسمح بأن يبعدنا حاضرنا الأليم عنك وعن حفظه وصاياك ورزومك في الختام علمنا الموت في غزة وعلمنا الرأي الشعب الجماعي الذي استنكر فيه المسلمون والمسيحيون زيارة رؤساء الكنائس لرئيس دولة الكيان المارق السادي في عيد الميلاد علمنا كل ذلك أن ما لم يفهمه المسيحيون في علاقتهم بالمسلمين يوم ثاروا على تحويل كنيسة أجياء صوفية في تركيا إلى مسجد بدل متحف فلعنوا حينها وسبوا وشتموا وافطروا وحاولوا إقصاء من من رأى غير ما رأوا فهموا اليوم بعمق سحيق أنهم شعب واحد لهم حضارة واحدة وإرث واحد ومصير واحد وموت واحد وبعث واحد ووطن واحد وأنهم شعب واحد فهموا اليوم معنى إن هدموا مساجدكم فارفعوا الآذان من كنائسنا وفهم المسلمون ما فعله رسولهم مع وفد نصارى نجران إذ سمح لهم بالصلاة في المسجد النبو الشريف فهموا أن كل كنائسهم ومساجدهم هي ملك للمسلمين والمسيحيين وتبقى عزيزة شامخة حين يصلي فيها المسلم أو المسيحي وأن احتجاجهم كان خطأا وانحرافا وأن سهمهم طاش وسهم أصاب فهموا أنهم كالبنيان المرسوس يشد بعضهم بعضا وأنهم جسد واحد تألم عضو تداعت إليه سائر العضاء بالحم والصهر فهمنا كلنا الآن فهمنا كلنا الآن أن وحدتنا الوطنية هي ثروتنا وقوتنا وبهذه الوحدة نقهر عداءنا والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر